صباح الخير حبايب كلبي شلونكم إن شاء الله تكونون بخير يا رب نورين قناتي ورجعت لكم فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم يا رب يوم جديد وروتين جديد وحياة جديدة بعد الزلزال يلي موت بينات شثير شغلات أول شي الله يرحم الشهداء يلي ماتن بهالكارتة الطبيعية طبعا الفاجعة هاي مستحيل إن النساها بمستحيل من سابع المستحيلات لا أحنا ولا الناس اللي عاشوا مع الشعور بس الزعل أكثر شي يا جماعة مو على الناس اللي ماتت لأنه اللي ماتة مشهداء عند رب العالمين يحتسبون الله يرحمهم يا رب بس الزعل على الناس اللي ظلت مثل اللي مات ابنها مثلا وهي ظلت عايشة أو مات جوزة أو اللي ماتت مرت وعيلته وبناته ولده كلهم جدا معينه وهو ظل عايش بهالحيا والله يمكن للحظة حسيت الحياة ما تسوى قشرب صلة حرفيا يعني كرهت كل شي صرت أقول إحنا ليش عايشين صرت أقول إنه إحنا ليش دع نفكر بالمستقبل إحنا الباتشر راح نموت يعني والله يعني صار عندي قناعة إنه ما أفكر مثلا أبني مستقبل إحنا أقول لحالة أنا راح عايشة اليوم وجوزة أنا باتر ميتة حرفيا شايفين هي تشنتة جهزتها محاطة بيها كل المواد يلي يلي أنا راح ألزمها لو صار زلزال حرفيا أنا دع نام بلبسي وبحجابي بكل شي مشان إذا صار زلزال فورا ننزل يعني ما يكون يعني بيه شغلات ضرورية تعرفي أنت أن يلزمها الواحد بنفس اللحظة فبوقت الزلزال راح أكون لازمتها وما مي موجودة فجبت هاي شنتة شبيرة لحتى حط بيها أغلب الشغلات يلي راح تلزمني أكيد ما راح أقدر أحط كل مستلزماتي بيها بس بنفس الوقت يعني راح تشيل شغلات كثيرة تلزمني حتى لو الشغلات الناعمة قلة شي للولاد ولي يأني والله يا بنات ما قدر أوصفلش من شعوري من يوم الزلزال لليوم حاسة حالي مكتئبة تعيسة حزينة بس بنفس الوقت لما نشوف ولدي أنه عايشين وبخير أخرى شوي شوي أتفائل بس عن جد عن جد الشي اللي صار مستحيل ننسى كلياتنا وإن شاء الله يا رب يا رب يكون درس لينا لأنه هو كله دروس من عند رب العالمين فبينا ستعتبر واني أحس يعني الأغلبية مع التبرم أو يعني زاد الخبث زاد الحق زاد السواد بقلوب البشر بس الحياة بالنهاية بدأت استمر يعني انشئنا وأبينا بدنا نكمل ما نقدر نوقف ما نقدر نقول والله ليهين أنا تعبت ليهين أنا مليت ليهين أنا يقست من هالحياة ما نقدر بدنا نكمل خصوصا عندنا ويلات صغار وعندنا بيت ومسؤولية وحياة وشايفينها الحياة دعا تطحن طحن والله حرفيا كلنا يعني أنا ما داحتي عن نفسي بس داحتي عن جميع الناس اللي عرفهم عن أهلي عن أهل سوريا عن كل البشر حاليا من هالغلاة ومن هالحرب ومن هالكوارثة الطبيعية من هالكوارثة الطبيعية من هالكوارثة اللي داعت جينا يعني هو انتحانات من رب العالمين إن شاء الله نطلع منها بخير وسلامة يا رب هنا النوشة الحلوة تقولكم مرحبا يا جماعة احنا اول ما نفعيقين لقيتهم دا يلعبونا أنا عن طي ناير محمد وثري لأنه فيقون قبلي يلعبوناها شوي بعدين عاد أنا فيق ونبلش نلبس مشان نروح على المحل زي بنا نروح وزي معطلين يعني أجا سوي فطور فجيت لقيتها مفسوطة ومسوي لقننت حليب ومكيفين ما شاء الله عليهم والله يحمي لي ياهم يا رب ويحمي لكم أطفالكم والله كل ما دحق على ولدي أذكر كل الأطفال يلي طلعوهن من جو الأنقاذ كل الأطفال يعني الأب اللي حاضن ابنه والأمة اللي حاضن ابنتها يا ربي دخيلك عن جدل يعني إحنا كأم وأب تلاقون يعني أغلى شي بل حياة عندنا هو الوليد أغلى من كل شي فيارب يا رب يا رب لا تفجعنا بيهم يا ربي وآخ يا بنات شريد أحتي لشن والله العظيم بقلبي كوم كوم حد شي بس ما عرف الفيديو رح يكفي الكلام اللي اللي بداخلي ولا ما رح يكفي وكيد ما يكفي بس رح تشي لكم إيش تفاصيل سريعة الحزا الفيديو هذا يصادف صورته بيوم عيد الحب بنات بيه ناس ولا كأنه مار الزلزال ولا كأنه بيزعل بقلوبهم وأقول لكم يعني بيه ناس قلبها حجر ما يحس والله أنا ما مات لحده بس عن جد لليوم من أسبوع لليوم وأني حاسة كأنه كل عيلتي ميتة حاسة بيه شي ميتة الحياة بيها بيها موت يعني صح مو ناسي ومو أهلي بس عن جد حتى لو إنسان غريب زعلت عليك كأنه من أهلي والله الناس محتفلة بعيد الحب وهذا اللي جايب ورد وهي اللي جايب الأجوزة ومزينين البيت ومعارف شنو يعني دع عشوف على تيك تاك وطلعت حتى مشوار رحنا خيرنا جو قلت لعمراني إذا ضليت في البيت رح أموت يعني صار لي يومين معطلة ما لنفس ولا على الشي حرفيا يعني اللي دعيدوك على المطعم أقول ومسكرين لمن طلعت على الشارع شوية قلت نغير جو ونشم الهواء والله الناس ورود واحتفالات يعني ما أقول يعني الواحد بنهيل حيبدأ تستمر بس إن الواحد من زعله ما له نفسي يفرح والله يعني الحزاني أروح أسوي أجيب مثلا كيكة وأجيب ورد وأجيب بوالين واحتفل بعيد الحب والله حس حالي يعني مو إنسانة صراحة يعني حس حالي ما عندي مشاعر بعد كل هذا اللي شفته وبعد كل شي اللي صار بسوريا وإذا كان بتركيا وإذا كان بأي مكان معقولي إنه هيش ما عندي مشاعر لهاي الدرجة إنه أنا أحتفل ولسع بيناس لحد الآن جوال الكراب دعي طالعونهم ولحد الآن يا غوالي بعد أسبوع بيناس دعي تطلع عايشة يعني ما نقولكم أفرحهم بس لا تصورون أقل أشي أقل أشي لا تصورون ما عرفاني لما نشوف هيش فيديوهات عن جدة استحقر أصحابنا الفيديوهات هاي يعني حتى لو احتفلتي أنت والزوجي شلا تصورين نهاية يعني دعي أقولكم رائي بس والله العظيم أحس بيناس ما عدا مشاعر أبدا والله قاعدة يعني مع ولدي وهيش بس والله ما تعرفون الحزن ياللي بقلبي حاسة أنه قلبي ميت من هذاك اليوم يعني شلون شعورك أنه ميتين كل أهلك يا ربي بعيدة شرعن أهلي من هذاك اليوم وأنا حس أنه ميتين كل أهلي عن جد يعني شلون الناس دعي تحتفل بعيدة الحب ويقول لك الفالنتاين والمعرف شنو عن جد داني دعي أحضن نايا بس ريدة تحضنني لأنه نفسيتي تعبانة 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 كلما ألعب معاه شوية غير جو يعني الحمد لله رب العالمين والله الأشياء اللي صار موها ينقل أبدا أبدا موهين وبنات الله يسعدش نهم مشي ما تركزن والله البيت يعني لما نمت البيت قايم قاعد ولمن دعي أشتغل دعي أشتغل هيش يعني من دون نفس حرفيا مالله من دون نفس ففقنا لم لمنا رتبنا شوي عاداني عندي غسيل شل نزلت الوجبة ورجعت حطيت وجبة ثانية بس والله يا بناتاني خايفة من بيتي ما أقلتش نش قد بيتي خوف ألح شوفتش نالبيتش قد عالي أطلع على كامل أزمير كامل أزمير أطلع عليها فهذا الشي هو كويس أولي انغريت يعني بالأطلالة ما دحقت على علاوت البيت والبناية ما بيها سنصير واليبنات ركزتشن بالبناية أول تل بارح وأنا أطلع على الدرج الدرج فاسخ عن الحيط يعني بنايتي لو يجي هزة أرضية منصة اللي جت عن جد عن جد يعني يا رب يا رب تحمينا رح تنزل فورا فورا لح تنزل ومشققة وأول ما أول ما جينا سكنة بالبناية من شغلة ست سبعة شهر صارت هزة أرضية قوية قوية يعني فصار عندي شق بالحمان ما شاء الله عليه يعني خل الواحد كل ما يشوفه يتشجع منه يكمل المشكلة وين إنه ألحظ ما ظل بيوت خالص حرفيا ما ظل ولا بيت لأنه بي ناس جتوا من الأماكن اللي هدمت على أزمير فالناس كلها دعا تدور على بيوت يعني إذا كان بي بيت فاضي ما ظل شوفهم بيتش قد عالي يعني بيتي طابق سادس بس زاد إحنا صايرين بجبل يعني فيتطل على كل أزمير شايفين الشارع بتكون حلم لا تصلون أنا فاقدة الأمل إذا صار زلزال رح أقعد لبنا ما يخلص الزلزال خالص بعدين أنزل لأنه بيحتمال شبير يعني يا ربي لا سمح الله إذا صار زلزال بيحتمال شبير إنه ما لحق أنزل على الأرض حتى لو فكرت شايفين هاي التشققات كلها بالحيطان بشغلات كثيرة جيت لأصور لكم ياه بس خفت الفيديو يصير طويل فادعلي يا بنات ألاقي بيت غير هذا البيت والله ويا عمري ننوشة كانت مكفوشة بناتاني فاكت لها شعارها لحتى تيرتاح فروت راسها مشان يعني شوية مو مضبوب شعارها كل الوقت بالشغل فاليومين اللي عطلت بيهن فاكت لها شعارها مشان يرتاح بلشت عادة غير لها و الله يا بنات مستعدين على طولها لأن الزلالات شوفني حرفين مستعدين على طول لأنه هنا أزمير يصير بيها زلازل بس سبحان الله من وقت ما صار الزلزال القوي هاد ما صارت لحد الآن ولا هالزلالة خفيفة ولا قوية يعني الحمدلله يا رب الحمدلله لحسد حالي يا عمري و الله يا بناتنا النوشة شوي شوي تطلعني من الأجواءاني لو ما عندي بيب صغيرة وهيش عنجت كان صابتني حالة نفسية تشوفين شعاراتها صارت محلين سمكانات وهيش يعني متغيرات عن قبل تذكرين وقت كان شعارها ما يطلع من ورا كان شعارها سيء جدا طبعا جننتني لابن ما ضبيت لها الشعارات وهينا زعلانة مزعوجة يعني بشات وخربت الدنيا الحمدلله رب العالمين يعني مشاغل لها على نانا الحلوة نانا ومدري شنو يا عمري يلا يحميها يا ربي بعث لها أيام أحسن من الأيام اللي شفناها وبعد ما خلصت عاد صار وقت تنجال القهوة لانه عنجد يعني يعني خليت لآخر شي مشان الواحد يكون مروق ومبسوط وما عندي حتى شغل طبعا بي شوية جالي ثرية كانت تساعدني بس خليت القهوة لآخر شي مشان على رواق تكون بنات يا سلام يا سلام عنجد للقهوة شوي شوي غيرت غيرت الجوبة النسبة لي هنا دعا تفرجوا الله يا بنات فاتحة على بثوثة اللي طالعون بيها الموتة يا رب دخيلك من جوة تراب 24 ساعة كل ما يلاقون حدا قول يا رب يا رب يكون عايش يا رب بس الحزب يعني بعد مرور اسبوع صارت يعني نسبة اللي عايشين قليلة جدا بعد ما خلصنا عاد فطرت الولاد قلت لحالي شوفنا على فكرة أنا فاتحة بث حاليا على البلدوزر فوف الله يا بنات اللي مر علينا موهين لا والله تعرفين اللي ما ترتاح والله بس العطر يعني العطر على اللي ظال عايش إذا اللي مات له حدا واللي ما مات له حدا على فكرة والله إحنا صح ما مات لنا حدا بس عنجد والله حاسة حاسة الدنيا سودة بعيوني والله هنا بعد ما خلصت بعد ما شفتم الكارتة الطبيعية اللي كانت قبل شوي ألحان اضفنا ورتبنا وخلصنا يا سلام بعد ما خلصنا عاد هنا بعد الفطور ترعني ما سويت نس كافية بعد القهوة فورا سويت فطور بس ما صورت لكم هنا شوفني بنات الكاسات يا زيني هذا المناسبة عيد الحبلة والله مزح والله مزح يا بنات هذان الكاسات عندي إياهن تقريبا من سنة ونص سنتين فنشان دفكر إنه سي واحد زغير واني أحب الأشرب بالكاسة الغيرة أكثر من تشبيرة فبعدين غيرت رائق لتخلين نشرباني وعمر بنفس الكاسة سويت النس كافية أوف أوف والله ما ما بشي ما بشي دعي غير النجاو ما بشي أبدا ما عرف شلور رح تنمح هالمشاهد من ذاكرتنا ما عارف والله ما عارف شوفني هنا بعد ما خلصنا ورجع محاسم الدنيا والله ما بأمل شو محمد حمودي مركز بالتليفون هنا هاي ساعة صمت كل من قاعد بالتليفون وبعد شوي عادين نقوم عادين نقوم عادين بنات الركبة على فكرة بليها قاعدة أنا موجودة عندي بس ما لقيتها رح أجيب لها القاعدة حتى تفبت وشوفنا على فكرة هي عملية بس مي عملية شوي المسكة تبعتها تظل تتحرك على الحرارة لأنه لازقينها بحرارة مدري شنو هالسيليكون حتى بيبنت كتبت لها رهف بس تسخن الركوة رح تبلش تتحرك فعلا وقالله تحركت يعني إن شاء الله تكون دعا تشوفها الفيديو ما عارف شنو حلتها هاي ندمت لأني ما جبت تكون تكون كاملة بلور يعني حتى المسكة تكون بلور حرارية منها وبيها ما شفت صراحة من ذنة ما عارفي جوز بي بس أنا ما انتبهت فالله يسعدكم حبايب قلبي إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو ولي هنقولكم مع السلام ونشوفكم على خير وإن شاء الله يا رب يا رب تجاي أحسن من اللي راحب كثير ترجمة نانسي قنقر